بعد الاستغلال الأمثل للأزمات المتعاقبة على أوروبا من قبل الدول العربية في مجال الأسمدة الزراعية والتي حققت من خلالها مؤخرا أرباحا كبيرة تتجه هذه الأخيرة إلى ضبط بوصلتها نحو إفريقيا عوضا عن أوروبا في مبادلة الأسمدة بالغذاء تطبيقا لأحد أهم أهداف الاتحاد العربي للأسمدة خاصة في ذل الثروات الطبيعية التي تحوزها دول العالم العربي العرب استفادوا من الأزمة التي حدثت في أوروبا فكنا مصانعنا جميعها أسمدتنا مصانع جاهزة إداراتنا مؤهلة جدا استغلت هذه الفرصة الأزمة التي أصبحت وحولناها إلى فرص وجنينا أرباح لدولنا العربية والحمد لله كنا قادة خلال السنتين الماضيتين في سد فجوة الغذاء ونحن لا نستطيع أن نتعامل مع الأسعار نحولها إلى غذاء هذا هو طلبنا في الاتحاد العربي للأسمدة أن نبادل أسمدتنا بغذائنا بإفريقيا بدل أن كنا نبادله بأوروبا بأوكرانيا الجزائر واحدة من الدول العربية الرائدة في صناعة الأسمدة النتروجينية بإنتاج يصل إلى سبعة ملايين طن سنويا تسعى في إطار التعاون العربي العربية إلى خلق شراكات تسمح بتبادل الخبرات والرفع من القدرات الإنتاجية ضمان لأمنها الغذائي بحيث ينتظر إطلاق مشاريع في هذا المجال فيها أمثلة لتعاون بالنجزائر والدول العربية سونطراك قدرت استثمارات مع شركاء من دول العربية ممكن جدا أن تتعزز هذه الشراكات نحن في مفاوضات أيضا مع شركة عربية لنقل تجربتها النجحة في بلدها وجهتنا هو إطلاق مشاريع جديدة نحن في نقاش ومفاوضات مع عدة شركة أجنبية فيها اختراحات ومفاوضات نتمنى إن شاء الله تتكلل بالنجاح وتجسد على أرض الواقع في القريب العاجل إن شاء الله في ذل الاضطرابات الجيوسياسية والإشكالات الاقتصادية العالمية تكون دول العالم العربي مجبرة على ضمان أمنها الغذائي وهو أمر ليس بالمستحيلة نظرا للمقدرات الطبيعية التي تحوزها والتي تمكنها من أن تكون رائدة في إنتاج الحبوب وتصديرها